كل يوم خبر كل يوم تقرير صحفي في صحيفة انجليزية وغير انجليزية ما هو مصير محمد صلاح؟ الحكاية تبدأ منين؟ الحكاية تبدأ بأن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم القادم يعني صلاح بعد نهاية الموسم القادم ممكن يمشي ببلاش بس هل ده هيكون الحل الأمثل لصلاح أو ليفربول؟ لا، ليه؟ أول حاجة أن صلاح السنة اللي جاي هيبع عنده 31 سنة سعره بيقل الأندية الكبيرة اللي ممكن تكون تتهافت على محمد صلاح ممكن تقل ليه؟ إنه الأندية برة في أوروبا بيحسبوا اللاعب وقيمة اللاعب بسنه وبعمره مش بس مهاراته وإمكانياته أنا هقدر أستفيد منه كم سنة وهكذا يعني حانا ده اللعيب كل ما بيجبر بياخد فلوس أكتر في أوروبا كل ما اللعيب بيجبر وده بطبيعة الحال وده الطبيعة يعني المفوض يحصل سعره بينزل فالفرصة الوحيدة أو الفرصة الأعظم بلاش الوحيدة طبعا هيبع عنده فرص كثير بعد كما محمد صلاح بس الفرصة الأعظم إنه لو صلاح واخد قرار إنه يسيب ليفربول فيسيبه دلوقتي ليه؟ هنا محمد صلاح هيستفيد إنه هو ممكن يروح نادي كبير زي المديد أو برشلونة وطبعا ليفربول نادي كبير بس بقول لو هو عايز يسيب ليفربول والحاجة التانية إنه ليفربول كمان هيستفيد مالياً وده أو هذا هيبقى رحيل يعني محترم بين صلاح وليفربول أو أكثر احتراماً يعني دي نقطة وبالتالي تصريحات محمد صلاح اللي قالها قبل نهاية دورة أبطال أوروبا إنه مكمل مع ليفربول لنهاية الموسم اللي قادم ده كان يقصد بيه أعتقد أو تحليلي إنه ده العقد يعني لما يتسايل سؤال أنت هتمشوا على الأعطاء فهيقول ببساطة أنا موجود معهم الموسم اللي جاي طبيعي ما ده العقد بس وارد جداً لو نادي عرض دلوقتي رقم كبير على محمد صلاح ليفربول يوافق على بيعه عشان يستفيد مالياً وارد جداً إن محمد صلاح يقول لا أنا هكمل مع ليفربول مش همشي من ليفربول هكمل معهم وأأكد على أسطورة محمد صلاح في الرد واحد من أهم اللي عبن هو قريدي بقى أسطورة خلاص في ليفربول بس إنه يكمل المشوار أكتر أكيد مع جماهرية عظيمة لمحمد صلاح مع ليفر مع إنجازات عديدة وعظيمة مع ليفر هتخليه أسطورة أكبر وأكبر وأكبر في رأيي إن الاختيارين كل واحد فيهم ليه جماله وليه صعوبته حق محمد صلاح وهو الأسبوع الجاية بمحمد صلاح يوم 15 يونيو هي بمحمد صلاح عنده 30 سنة بالزبط إنه يبص الأمور كتير لا علاقة بالمستقبل هتقول لي هو محمد صلاح الجملة الشهيرة اللي احنا دايما بنقولها هو محمد صلاح نقصه فلوس هو محمد صلاح نقصه عقد هو محمد صلاح نقصه ملايين آه نقصه ميسي بيدور على فلوس كريستيانو بيدور على فلوس أعظم نجوم العالم بيبصوا تحديدا في المرحلة المتأخرة دي سيباك من المرحلة قبل كده يقولك لا أنا هلعب وهكبر ويبقى ليه اسمي وعمل بطولات أهم الفلوس ده اللعب العادي يعني أقولها بالموزون ذهنان وده اللعب عمله محمد صلاح لكن بعد كده بعد الثلاثين بيبدأ يفكر تفكير تاني أكون فلوس أكتر يعني يبقى معي فلوس أو عقد أكبر عشان كده محمد صلاح في مفاوضاته مع الليفر هو مدهي أنه العقد بتاعه مش كبير مقارنة بلاعب الدولة الإنجليزية وبصراحة عنده حق بس أقولك الليفر عنده حق فيه بس هو عنده حق ليه واحد هدف الدولة الإنجليزية ثلاث مرات في خمس سنين أفضل صنع هدف خد مع الليفر دورة أبطال أوروبا خد مع الليفر الدولة الإنجليزية وصل أصلا نهاية دورة أبطال أوروبا مع الليفر ثلاث مرات كسل اتحاد الإنجليزي كسل ربطة كسل عمل الأندية فعمل كل حاجة محمد صلاح وهو النجم الأول لهذا الفريق فأنت لو سألت نظريا كده مين المفروض يبقى أكبر عقد في الدولة الإنجليزية هيبقى محمد صلاح طبيعي يعني طيب الأزمة بقى عند الليفر بول وهم برضو عندهم حق أنه الليفر يقول لك أنا لي سقف في العقود بتاعته سقف في الرواتب بتاعته أنا عايز أحافظ على كيان النادي واسم النادي الكبير على مدار التاريخ اللي كان عنده سقف في الرواتب عشان لو محمد صلاح خدر رقم الكبير اللي هو عايزه فان دايك هيفكر في رقم زيه بقى اللاعبين النجوم اللي في الفريق ممكن يفكره في رقم زيه فأنت أليسون هيفكر في رقم زيه ففي أمور هتصعب على الليفر السيطرة على الأمور المالية عنده خاصة أنه هو جيرانه زي مانشستر سيتي ومانشستر ينايتد وكمان شيلسي بيدفعوا روايطب ضخمة وكبيرة جدا فلو فتحت معايا هتفتح قوي مش هعرف يفعل طيب ناحية التانية ريال مدير وبرشلونة ما قدموش عروض رسمية لمحمد صلاح بس التأيير بتطلع من أسبانيا ومن إنجلترا بيقولوا أنه ريال مدير عايز محمد صلاح وبرشلونة عايز محمد صلاح برضو دي نقطة لها قيمتها يعني نظرين دلوقتي إحنا فرحانين بمحمد صلاح بإنجازاته مع الليفر فرحانين محمد صلاح موجود في الدولة الإنجليزية أكتر دولة بنحبه في العالم فعايزين محمد صلاح يكمل في الدولة الإنجليزية مع الليفر أغلبنا يعني سيما قلتها مش بكلمك أنت مشجع الليفر ولا مشجع ريال ولا برشلونة كل واحد بيحب فرقة هيبقى عايز صلاح فيها أنا بكلمك دلوقتي بشكل عام أنت فرحانين محمد صلاح موجود في الدولة الإنجليزية أقوى دولة في العالم هو فرحان باستقراره مع الفريق وعايزه يكمل نجاحاته قلقا عليه أنه لو راح في حياتة تانية ممكن ما ياخدش مكانة أساسية ولا يحصل له أي مشاكل فنية بس من زاوية تانية تاريخيا ريال مدريد وبرشلونة هما أكبر نديين في العالم تاريخيا هتقول لي يعني تاريخيا هقولك يعني مثلا بعد عشر، خمستاشر، عشرين سنة هتقول أنه احنا كان عندنا لعيب لعب في ريال مدريد أو برشلونة ليها طعم ليها طعم حلوة أوش عشان ريال مدريد وبرشلونة غالبا هيفضله كبار الليفر على مر التاريخ كان عنده مراحل متفاوتة من السعود والهبوط يعني طبعا تفكر الليفر لو ما فيش يورجان كلوب مثلا هيبقى نفس الحلاة ونفس العظمة دي ممكن ينزل شوية ممكن الأمور تتغير شوية معاه فتاريخيا هيفضل ريال مدريد وبرشلونة هيبقى الأمور بالنسبة له تاريخيا أكبر وحلوة يعني أي تشيرت بقى هيبقى فيه محمد صلاح الموسم اللي جاي الله يعني وممكن الموسم اللي بعد الجاي كمان ليه؟ عشان صحيفة زايتليتك النهاردة قالت أن إقدارة ليفربول الإنجليزي قدت عرض ضخم جدا لمحمد صلاح من أجل تجديد عقده وصفته بأنه العرض الأعلى والأضخم في تاريخ النادي الإنجليز ده في الوقت اللي التقارير الصحفية الإنجليزية أيضا قالت أن برشلونة هيستنى محمد صلاح لنهاية الموسم القادم يعني يستنى محمد صلاح يخلص الموسم اللي جاي ويدموه بشكل رسمي وبشكل مجاني ويدوله الراتب اللي هو عايزه لو سألتني فيها رزق فيها رزق كبير وفي حتة بقى بس أكيد صلاح فاهمها كويس صلاح والمستشارين والوكيل اللي معاه وكل الناس فاهمين الكلام ده كويس أن أنت محتاج تحسم السنة دي أمورك يعني أنت لو استنيت مع الليفر لآخر الموسم الليفر نفسه ممكن ما يرضاش يجدد لك أو يحط شروطه فيبع عندك مشكلة لك تتكلم مع الموسم آخر الموسم اللي جاي لو استنيت لآخر الموسم اللي جاي رغبة الأندية زي ريال مديد وبرشورونة ممكن تقل في ضمك وإنت عندك 31 سنة فأنت دلوقتي تحسم عايز الليفر كمل عايز ريال برشورونة كمل واخدوا بالكم أنه الرقم اللي هيدفع في محمد صلاح لو حد من الأندية اشترى دلوقتي مش هيبه رقم ضخم وكبير يعني الليفر مش هيدت له برقم كبير عادة الليع اللي بفضله سنة في عقده ما بيتطلبش فيه رقم كبير ليه؟ أنا ممكن أستفيد بـ 70 بـ 60 أو 70 مليون يورو وبدل ما يمشي من عندي ببلاش السنة اللي بعدها لأندي بتفكر كده في أوروبا أقبل أندي بتفكر كده في أوروبا ده محمد صلاح ده اللي يكون محمد صلاح ليه مهتمين بمحمد صلاح؟ ليه دايما بنتكلم على محمد صلاح؟ ليه دايما كل حلقة اللي هنا بنتكلم على محمد صلاح؟ عشان أنا شخصيا يعني بعض أولي نفسي ماها تيجي أيام ومش هلاقي اللي زي محمد صلاح نتكلم عنه الله أعلم بالغيب طبعاً طبعاً بس محمد صلاح ده مكنش نموذج يتكرر قبل كده عشان نحس إنه هو هيتكرر بسرعة قدام فهو النموذج في كل شيء هو الملهم في كل شيء هو اللاعب اللي بيفرحنا كل يوم هو اللاعب اللي بنفتخر بيه كل يوم هو اللاعب اللي لما بنفتح صحف ومواقع عالمية بنلاقي اسمه و بنلاقي قبليه اللاعب المصري هو اللاعب اللي كل يوم بنقول إنه بقى ورقة مهمة في سوق الانتقالات العالمي لأن ده يكون لها عايزة محمد صلاح هو اللاعب الهداف هو اللاعب اللي مستوى ثابت هو اللاعب اللي بيحصد بطولات يوم بعد يوم هو اللاعب النموذج النموذج للجميع النموذج للجميع مش هتلاقي بيت في مصر حتى الناس اللي ملعاش في الكورة ما عارفوش محمد صلاح مش هتلاقيوا مثلا أم ولا أب في مصر ما نفسهمش منهم يطلع زي محمد صلاح النموذج بتاع محمد صلاح على فكرة مش بس إنهم عايزين أولادهم يطلعوا زي محمد صلاح مش محمد صلاح اللاعب يعني القصة إن أنا عايز ابني يبقى النموذج الناجح اللي زي محمد صلاح مش الشرط يكون بيلعب كورة نموذج ناجح في أي مجال النموذج المشرف في أي مجال النموذج اللي بيرفع عالم بلده في أي بلده في أي مكان ده النموذج